يضم متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات معظم مقتنياته وقد تم إنشاؤه عام 1996 بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية ويوجد داخل المتحف مكتبتان تحتويان على أكثر من 1500 كتاب تحدثت عن السادات بجميع لغات العالم كما يوجد جزء خاص بالصحفة والإعلام ومعظم الجرائد التي تحدثت عن الرئيس محمد أنور السادات منذ الميلاد وحتى الوفاء ويزور المتحف سنويا ما لا يقل عن 18 ألف شخص بنقول دعوة لكل شعب مصر تعالوا زوروا متحف البطل الزعيم الراحل محمد أنور السادات إحنا المتحف مفتوح على مصرعي لاستقبال محبين البطل الزعيم الراحل محمد أنور السادات بمسقط رأسه بقرية ميت أبو الكوم مركز تلا محافظة المنوفية يعني من عندنا داخل المتحف كمان سجلين اتنين موسقين سجل للزوار إلى جانب أي زائر بيجي بيسجل كلمة في سجل الزيارة بالتاريخ بتاعها ومميز كمان بنشوف السجل الخاص بالعرب أي حد جاي من دولة عربية أو من داخل مصر سواء إذا كانت مدارس أو معاهد أو جامعات أو مراكز شباب طبعا كل ده موسق معنا في السجل للزيارات ترجمة نانسي قنقر